تمنى رئيس الكيني ويليام روتو رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة رؤساء دول وحكومة الوكالة الأفريقية للتنمية نيباد بشكل فعال وقد جاءت الهدي رئاسة وجعلت أن نيباد تحقق إنجازات خاصة بأجندة 2063 وخلال كلمتي في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقية وجه روتو شكرا لرئيس عبدالفتاح السيسي على نجاح مصر في استضافة قمة المناك كاب 27 في مدينة شرب الشيخ وأنا أسني على معالي السيد عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرئاسة لجنة رئاساء الدول والحكومات بالشكل فعال والتي جعلت أن نيباد يحقق إنجازات رائعة خاصة بأجندة 2063 فيما يتعلق بالتكامل الإقليمي والقرعي وأيضا أريد أن أشكر السيد الرئيس السيسي لنجاحه في استضافة قمة المناخ السبعة والعشرين والقصة بالمثاق المناخ للتابعة للأمم المتحدة في شهر من الشيخ في شهر نوفمبر من العام الماضي وقد كان هذا القوب أو قمة المناخ التي عرضت إلى العالم صوتا موحدا أفريقيا مثمرا وساهمت أيضا في حل أكبر تحدي وجودي للإواجهة الإنسانية ألا وهو التغيير المناخي